السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى درس جديد من دروس اللغة العربية لطلابي الصف السادس قصيدة هواية للشاعر الفلسطيني إبراهيم عبد الله إبراهيم يقول فيها أحب رياضة المشي بلا عنف وإجهادي دعوت إلي أصحابي وما أخلفت معادي تبادلنا التحيات كما أوصان أجدادي ومن بيتي لمدرسة مشينا مثل آسادي نظام السير نفذناه لم نهزأ بإرشادي تصارحنا تحدثنا عن الدرس عن النادي رسمنا خطة للعيش في حب وأعياد قصدنا يوم عطلتنا حديقة حينا الهادي قفزنا مثل سنجاب قفزنا مثل سنجاب تسلق جوزة الوادي وطرنا مثل دوري وطرنا مثل دوري يحاول جمع أعوادي تأرجحنا تسابقنا تبارينا بإنشادي أحس بفرحة كبرى أحس بفرحة كبرى إذا لقيت أندابي هذه القصيدة التي يتكلم فيها الشاعر عن حبه للرياضة في البيت الأول أراد الشاعر أن ينبه إلى القاعدة التي ييب أن تتبع عند ممارسة المشي أولا أن تكون بلا عنف وهنا أسلوب نفي نفي العنف عند ممارسة رياضة المشي دعوت إلي أصحابي وما أخلفت معادي هنا أيضا قيمة من القيمة التي دعا إليها الشاعر ما هي؟ وهي الوفاء بالوعد وما أخلفت معادي أسلوب نفي هنا أيضا نفي بما أخلفت معادي تبادل التحيات كما أوصاني أجدادي هنا قيمة أخرى اللي هي ما هي؟ اللي هي إلقاء التحية عندما يتقابل الأصدقاء لا بد أن يسلموا على بعضهم البعض ومن بيتي لمدرسة مشينا مثل آسادي تشبيه لهم بالآساد وهي الأسود مفردها أسد مفردها أسد ولها جموع أخرى ما هي؟ أسد بسكون السيني وأسد بضم السيني وأسود نظام السير نفذناه لم نهزأ بإرشادي هنا أيضا أسلوب نفي بلم قال لم نهزأ بإرشادي لم نهزأ بنظام السير الذي يعني في الطريق لم نهزأ بنظام السير اتبعنا الإرشادات ولم نهزأ بها لم نسخر بها تصارحنا تحدثنا عن الدرس عن النادي تكلمنا عن دروسنا وتكلمنا يعني عن اجتماعاتنا حينما نكون مع بعضنا البعض رسمنا خطة للعيش في حب وأعياده وهذه من القيم الجميلة التي يعني تدعو لها الرياضة ورياضة المشي بشكل خاص رسمنا خطة للعيش في حب وأعياده قصدنا يوم عطلتنا حديقة حين الهادي هنا قصدنا اتجهنا إلى تلك الحديقة لنمارس الرياضة قفزنا مثل سنجاب تسلق جوزة الوادي تشبيه لهؤلاء الأولاد بحيران السنجاب المشهور المعروف بخفته وسرعته في تسلق جوزة الوادي قصد بها الشجرة وطرنا مثل دوريين تشبيه أيضا للأولاد بطائر دوري طائر نوع من أنواع الطيور التي تجمع أعشاشها أو عروادها لكي تبني أعشاشها تأرجحنا تسلينا أو استمتعنا تأرجحنا تسابقنا تبارينا وتسابقنا بينهما ترادف بينهما ترادف نفس المعنى تسابقنا وتبارينا وهنا أيضا دليل على ماذا دليل على فرحة هؤلاء الأبناء بهذا اليوم الجميل أو بهذه الرياضة ويحس بفرحة كبرى ما الذي يجعله يحس بفرحة كبرى إذا لقيت أندادي أندادي قصد لها أصدقائي والند هو المماثل لك في العمر أو القريب منك في العمر في هذه القصيدة نبهنا الشاعر إلى الشاعر جميلة جدا ذكرناها الآن ونريد أن ننبه أيضا للفكرة العامة وهي أهمية الرياضة وفوائده أيضا للوحة الأخرى سريعا نقف على بعض الأبيات وشرح آخر لها في البيت الأول والثاني والثالث والرابع يتكلم الشاعر عن حبه للرياضة وعن قواعد التي يجب أن نلتزم بها عند ممارستها وعند ممارسة رياضة المجي في البيت الخامس والسادس والسابع تتحدث هذه الأبيات عن الأجواء التي يعيشها من يمارس الرياضة من سعادة ومرح وخطط للعيش الأبيات الثامن والتاسع والعاشر تتكلم عن النتائج المترتبة لمن يمارس الرياضة حينما نوارس الرياضة لابد أن تكون هناك نتيجة نتيجة متعة ومرح كما في الأبيات الثامن والتاسع والعاشر طيب البيتين الأخيرين يتحدثان عن الفرح الكبرى عند مقابلة الأصدقاء نرجع مرة أخرى إلى بعض الجماليات التي نبه لها الشعر والمعاني كلمة أخلفت عندما يخلف الإنسان الوعد يعني لم يوفي بالوعد وعكسها لم أخلف يعني لم أخلف الوعد أو أخلف الوعد أساد كما ذكرنا مفردها أسد ولها جمع أخرى أسد وأسد وأسود نهزه بمعنى نسخر ودوري نوع من أنواع الطيور تأرجحنا بمعنى تمايلنا تأرجح التمايل مشينا مثل أسادي تشبيه لهؤلاء الأبناء والأولاد بالأسود في مشيتهم قفزنا مثل سنجاب تشبيه لهؤلاء الأولاد بحيان سنجاب في خفته ورشاقته وطلنا مثل دوريين كذلك تشبيه لهؤلاء الأبناء بطائر دوري وهنا العبرة في الطيران أراد بذلك المتعة والمرح لا يعني أنهم طاروا كالطيور لا إنما يريدوا أن يوضح أو الفرحة التي وصل إليها هؤلاء الأبناء من الأساليب التي وردت أيضا أسلوب بلا عنف وما أخلفت لم نهسأ كلها أساليب نفي